نهارك سعيد بعد تصريح هالري كلانتون عن وقف المعونات الأمريكية لمصر ويعني بعض التصريحات يعني دايقت بعض من الشعب المصري أو جزء من الشعب المصري واللي بيعبر عنهم هما التلاف الأغلبية الصمت النهاردة هيكون معنا دفين في فقرتنا عن الوقفة الاحتجاجية دي وعن تمويل المجتمع المدني لأنه دي كمان كانت من ضمن الأسباب التي تسببت في الوقفة الاحتجاجية ودي كمان كانت من ضمن المشاكل اللي كانوا بيتكلموا عنها من خلال الوقفة الاحتجاجية اللي قاموا بيها الحقيقة النهاردة هيكون معنا دكتور يوسري أبو شادي وهو كبير مفتشي هيئة الطاقة النووية سابقا سبع الخير دكتور هيكون معنا كمان الأستاذ علي طاها المحامي هو عضو لجنة الدفاع عن متظاهري مصر ومحامي بالاستقناف والمستشار القانوني لجمعية دعم أبطال 25 يناير سبع الخير فاندر سبع الخير وأهلا بحضراتكم من ورننا النهاردة في نهارك سعيد نبدأ بدكتور يوسري دكتور يوسري في البداية ويمكن يعني أنا هحاول عبر عن كل التساؤلات اللي ممكن تكون أي حد من المشاهدين دلوقتي بيسألوها زي ما قيل قبل كده إنه شباب الثورة واقتلاف شباب الثورة ومين إداكم الحق إنكم تكونوا بتمثلوا شباب الثورة نفس السؤال ممكن يكون بيتسائل لحضرتك دلوقتي الأغلبية الصمتة طبعا إحنا عارفينهم وامتبعينهم وامتبعين وقفاتهم في العباسية وامتبعين مطالبهم وامتبعين كل حاجة لأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري وما نقدرش نقول غير كده مين اللي طلب من حضرتك أو مين اللي مسل حضرتك في إنه تمثل اقتلاف الأغلبية الصمتة هي فكرة الأغلبية الصمتة الحقيقة ما كانتش كده يعني هما كان أغلبها مؤسسينها شباب كان موجود في ميدان التحرير من يوم 25 يناير لحد يوم 11 فبراير يوم 11 فبراير وأعتبرنا إن النظام السابق سقط أو أغلب المطالب اللي كانت مطلوبة وقتها في التغيير تمت المطالب اللي احنا كنا متكلم عليها بقالنا سنين على فكرة يعني مش واحد يقول المطالب جديدة لا ده هي مطالب قديمة وكان كسير جدا من الشباب ده وبقيه توقف الشعب كان عايزها حصلت 11 فبراير اعتبرنا إن النظام سقط الرئيس السابق ترك الحكم وفيش توريس وفيش كل الحاجات الأساسية دي طيب نلحق بقى فات 18 يوم مصر وقفت 18 يوم وقفنا عن العمل وقفت المصانع وقفت السياحة وقفت حاجات كتير لكن كان التمن يعتقد يستاهل وبالنسبة لنا ده تمن نقدر نتحمله الكل بقى رجع الشباب والناس الوعية دهية رجعت عشان تبني البلد خلاص حصل التغيير دلوقتي نرجع بقى أعمالنا نرجع وظائفنا نرجع مدارسنا نرجع بيوتنا بقى وندي الفرصة لفترة الانتقال كان في كلام على ألأ هل القوات المسلحة أو المجلس الأعلى هيكمل ولا لا جاي يوم تسعتاشر مارس وأعتقد ده كان يوم هام جدا المجلس العسكري حط الخطة بتاعته وعمل استفتاء تمام الاستفتاء أخذ أغلبية كبيرة أيها وبالتالي اعتبرنا في شرعية النهاردة المجلس العسكري أنه يستقنب في هذا المجال ويكمل ولكن فوجئنا بأن فيه طيار آخر مستمر في عدم الاقتناع بأنه خلاص كفاية بأن الأوضاع لازم تستقر آه لا أنه فيه سقف المطالب لا ينتهي لا ينتهي وأنه الجمعة ورا جمعة ورا جمعة طب ما هو احنا من الكلام على الشهور يعني المجلس العسكري حط خطة شهور يعني شهور وتنتهى القصة يعني مش هي دي انه لا المسجلس العسكري أنا بحونه المجلس العسكري فابتدوا بعض الجزء من الشعب المصري ينزل العباسية ويعمل آه الأغلبية الصامتة مين اللي طلب من حضرتك تمثيل الأغلبية الصامتة لما زادت الحكاية عن حدها والناس كلها بتاريت أو الأغلبية منهم بتاري يحسوا بالحق الناس اللي هي مش متعودة على التظاهر قاعدة في بيوتها بتتفرج على التلفزيون مشاريحة كبيرة جدا طبعا من المصريين متضايقة وهي جوة بيوتها أم وأعتقد ببتدينا نحسها من كل تعاملنا مع كل الفئات الناس ده هي المجموعة الشباب دول آه من بداية فبراير كونوا نفسهم على أساس كفاية كده بقى ونرجع تمام بدقوا ياخدوا تأييد شديد جدا بسبب الأحداث آه اللي عمالها المتكررة بسبب البطالة الناس اللي مش لقيا شغل آه بسبب الأمن اللي ابتدى يختفي وبيهدد فأخذنا المجموعة ده هي أخذ التعاطف ضخم وندعي أن التعاطف ضخم شكليا بالـ 78% اللي قالوا نعم في الاستفتاء آه عمليا أنا بقول النهاردة احنا متكلم على فوق 90% أوكي وسندوق الانتخاب الحالي بيقول هذا الكلام آه يعني الفئات الأخرى اللي هي متسلق الصورة أو اللي متشنيجين في الصورة واللي لمازالوا لحد دلوقتي عملين يهتفوا يهتفد لا تعبر عن الشعب آه والشعب نفسه بيرفضهم في كل حتة حصلوا على إيه في صندوق الانتخابات آه مع الأسف إحنا معتقلين إن كان فيه معامرة وإن فيه طرف تالت وإن الطرف التالت ده هو اللي عايز يهد مصر ويهدم مصر آه وفيه إثباتات كتير هنبقى نتكلم فيها أكيد بس برضو حردك ما ردتش على سؤالي إحنا لا ندعي بنقول شعب آه إنه بيقول أنتو بالذات يا بتوع الأغلبية الصمتة أنتو اللي بتعبرها عننا وبس لا طبعا مين اللي مثل دكتور يوسري في إنه يمثل الأغلبية الصمتة علشان يقود وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكان آه من اللي طلب ده من حضرتك آه القصة مع الأمريكان طبعا قصة قديمة آه لكن لما أتخيل إن الأمريكان بيتخطوا الحدود بتاعتهم آه الشعب المصري كله بينفعل فيها وبالتالي أنا على فكرة مش أنا اللي عملت الوقفة الاحتجاجية أنا شخصية هما شباب أنا دعمت المجموعة اللي عيا عملت واشتركت معهم وروحت معهم آه لأن أنا مقتنع بإنه في الأمريكان لازم يفهموا آه للحظة وأعتقد إنهم فهموها أكيد إن الشعب المصري أنتو بتخساره قوي أفتكر إنه التدخل ازاقت في شؤون البلاد ده حاجة دايق المصريين كلهم يستاذ علي آه طبعا مضبوط يعني أعتقد إنه إنه ولا أنا ولا حضرتك ولا دكتور يوسري ولا أي حد من اللي بيشوفونا يسمح إنه الأمريكان أو غيرهم يتدخلوا فيما لا يعنيهم ده حقيقي وبعدين القلة المندسة الضئيلة آه اللي ما خدتش أصوات في الانتخابات زي ما قال أستاذ دكتور يوسري آه آه اللي ملهاش لازمة في البلد اللي بتخرب البلد اللي ضيعت الأمن اللي كل المندسة دي طول عمرها لها حركة الليبرالية اللي هي طول عمرها ضد الهيمانة الأمريكية وضد الغطرصة الصهيونية تمام ودي اللي بتحرق العالم الإسرائيلي في المزارات مضبوط ودي اللي بتقف مع غزة ودي اللي بتقف ضد هيمانة إسرائيل في المنطقة وضد هيمانة أمريكا وضد غزو العراق مفهوم هي دي كلها اللي خدت اللي الشعب المصري النهاردة والأغلبية الصمتة من أهلنا ضدها الحاجة التانية المهمة هو مين اللي قام بالصورة في مقولة قديمة كده بتقول إيه الصورات يبدأها المغامرون ويكملها الشجعان ويستفيدوا منها الجبناء الجبناء دول مش مصطلح جابان إن حد جابان ممكن يبقوا أهلنا اللي قاعدين في البيوت متفرجوا على التلفزيون اللي زيهوا قم بعد شوية أو اللي كبروا أو اللي معانيهمش قدروا أنهم ينزلوا أو اللي التقوا الدنيا بتتقسم وقالوا ننزل نلحق حتى يعني برضو المسألة محتاجة تتحسب هو يوم 19 مارس ده واللي استفتة والتعديلات الدستورية هي مبارك بدأ يتحاكم إمتى بعد ما نزل الشعب مدين التحرير وميدين التحرير على مستوى الجمهورية يطالب بمحاكمة مبارك بعد ما مبارك قدر يهرب ويعبس بالأدلة كيفما شاء هو التعديلات الدستورية اللي اتعاملت بعد الاستفتة علاقتها إيه بالاستفتة هي مذكرة السلمي هو مد فترة المجلس العسكري في الحقم الكلام ده كله لما الناس الضعيفة اللي خدوا أصوات ضعيفة في الانتخابات اللي لسه محدش فيهم عرف التاني نزلهم يطالبهم بأن المجلس العسكري يرحل أو أن الدستور أولاً أو ثانياً أو أن في النهاية خالص الملف الأمن اللي الأغلبية الصنطة بتعترض على أنه مفكول ده أول مطلب بيطلبه المتظاهرين في المدينة التحرير أي حد على الأرض لما نقول أن يوم 11 فبراير أن خلاص إحنا خلصنا ونجحنا ونروح نقعد في بيتنا ونبني نبني فين في غياب الأمن إذا كان الأمن الحد النهاردة ما استقرش نبني فين في غياب العدالة الاجتماعية إذا كان يعني شغلين على الأمن لسه من شهرين كان رؤوساء الجامعات بيبوسوا أجيهم اللي تعيينهم بأمن الدولة استقيلهم أو روحهم أو امشهم أنا هبني مجتمع ولسه رئيس مجلس الإدارة هو الفاسد اللي عينه أمن الدولة ورئيس الجامعة هو الفاسد اللي كان بيكتب تقارير في زميله مش الأكفأ النهاردة لسه الكلام ده بيتم ولسه ما تمش القوى المنظمة بس قانون الغدر ما تطبقش وبقول أن الشعب والقوى الصمتة المحترمة اللي هي أهلنا اللي في البيوت عملت العزل السياسي لفي لول الحزب الوطني دون قانون العزل السياسي ده كان المفهوض يصدر بقانون ما صدرش المحاكمات محاكمة قتل المتظهرين تم فيها إيه لحد النهار لسه لحد الوقت مصابين الثورة مين فيهم كم في المية منهم صرف التعوضات اللي هي العشرين ألف اللي ما تكفيش شهرين علاج لحد النهاردة اللي منظمات المجتمع المدني تأولاتهم كل دي مطالب إحنا كلنا عارفينها صندوق رعاية المصابين ما تعملش غير في شهر ستة أيوة طب يبقى النهاردة قبل شهر ستة في 11 فبراير أنجزنا طب من 11 فبراير اللغاية ما صندوق رعاية المصابين نتعامل كان لازم الشعب ينزل الشارع يطالب بيه جميل عندنا شقين مهمين جدا يا دكتور وهم أولا اعتراض اقتلاف الأغلبية الصمتة على تمويل منظمات المجتمع المدني ثانيا تصريحات هاليري كلينت نبتدي بالتمويل وإيه اعتراض الأغلبية الصمتة على تمويل منظمات المجتمع المدني رغم أن فيه منظمات كبيرة جدا في مصر بتمول من أمريكا ليه ما بنعترضش على المعونة الأمريكية وبنعترض على تمويل منظمات المجتمع المدني إيه اعتراضكو تحديدا على الجزئية دي عشان كمان نفهم الشقة القانوني الخاص بها من أستاذ علي الأول بس أقول أن أنا هنا بناء على طلب من القناة عشان أتكلم عن الواقفة الاحتجاجية ومنظمات المجتمع وبالتالي أرجو أن المناقشة تكون في هذا المجال لأن كل المناقشات اللي بيقولها الأستاذ علي برا الموضوع ومش عايز أرد عليها لأن احنا كده لو هرد عليها معلش مجاتين نظر مختلفتين كل المدسة اللي سيادتك قلت يعني ايه بتعمل شعارات مش مزبوطة احسس بنفسك كده اه انا منهم اه ماشي دي حاجة فانا حاسس بيها انا من القلة دي اه ماشي وقدر اقول مين اللي كلفني واحنا مين اه وقدر اقول اجب على السؤال اللي سيادتك ما اجبتش عليهم شوية احنا بس بناءش نقطتين وهم دول اه اه سبب تغيبنا للحواردة وهم اه منظم تمويل منظمات المجتمع المدني والتصريحات هالاري كلينتون وهنتطرق لباقي الأجزاء ان شاء الله على حسب وقت فقرتنا بس يهمني اعرف اعتراض الاغلبية الصمتة على اشقينة احنا الحقيقة مش هي مجرد هالاري كلينتون هو الحقيقة المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية او الحكومة الامريكية ايوة على مدى 3 اربعة ايام مرتين بتطلع تحذير اه للمجلس العسكري والحكومة المصرية من اه تفتشها على بعض المقرات لبعض المنظمات ما قالتش طبعا المنظمات دي غير شرعية ايوة هي منظمات امريكية بالاساس لكن معاهم بعض المنظمات الاخرى اه منظمات زي ايه يعني عايزين برضو توديع اكتر هو انسان منظمات اه يعني منظمات زي ايه انا هديلك اوه هقولك الاساس ان هي ان هذا التصريح تم اه من اسبوع تقريبا وبداية لما عند بداية التفتيش اه بدأت طبعا يديوا ايحاقات اه بان التفتيش ده يعني اه لم يتخذ الاجراءات السليمة اه وانه يقتحام وانه وقال سموك اقتحام والاخ موظبور اه وبعدها اه بعدما تقريبا الاغلبية العظم الشعب من مصر اتكلمت ووضحت وبتاع والحكومة طلعت ادت الكلام انه ما كانش لا في اقتحام ولا في اي حاجة وقام وزير العدل ووزيرة التعاون الدولي قالوا الكلام ده بتفاصيل وكان واضح تماما انه ده قرار القاضي المسؤول عن هذه القضية القضية دي كانت موجهة بقالها شهور اه توفرت الادلة بحيس ان القاضي اخد قراره لنائب النواب النائب العام ابعت الناس المحققين بتوعك يفتشوا في طبعا اي واحد بيفتش نائب عام بيروح بيفتش مكان لازم يكون مع شرطة ماتبليش في دور الشرطة ده عشقات ايه ؟ ثلاثة جايين يعني زي ما انا اتكلمت بعداوها كده وبقول بعض المسؤولين الامريكان اللي كانوا بتسألوه بقول له ده انا لو عندي خلاف في اي قضية انشالله بيني وبين زوجتي السابقة مثلا ومتخانع علي الولاد ولا بتاع ولا عايزة نفس قرار واكيد المحامي ساز علي يعرف الكلام ده بحتاج احيانا كثيرا الى الشرطة لكن ما كنشي له اي دور إذن ده حق تمام للشعب المصري إنه القاضي المصري إن القضاء ياخد مجرى فكان ده رب اتكررت الحكاية دي بعد ثلاثة ربعة ايام طبعا لسبب يمكن مش واضح عند البعض من شهور طويلة وإحنا بنتكلم في الموضوع أنا شخصيا بصورة خاصة بتكلم على التمويل الأجنبي بتكلم على الطرف الثالث والمؤامرة الأجنبية والطرف الثالث ده كان بيرسل أموال باهزة لبعض المجموعات اللي موجودة في مصر كل كلام ده زاد قوي بعد 25 يناير وكان موجود من قبل كده برد لكن زاد قوي بعد 25 يناير وفيه أضايا كتير مقدمة للنائب العام للتحقيق فيها عن الوصول الأموال ده هي ازاي وطريقة توزيعها الحقيقة لتخريب البلد فكان من الحق إنه الدولات تبتدي تشوف وأنا بقول إنه الطرف الخيط الحقيقي هي هي المنظمات طيب أنا عايزة أعرف بس حاجة فان هل حررتك دلوقتي اعتراضك على التمويل ولا اعتراض حضرتك على المنظمة دي بعينها بدورها بما تقوم بيه ليه بقول بس حررتك السؤال دا؟ إنه في منظمات وفيه يعني هيئات كبيرة جدا في البلد بتموّل فإذا قلنا إنه التمويل ممنوع أو إذا قلنا إن التمويل يعني ناس عايزة تخرب البلد فده معناها إن الهيئات دي كمان عايزة تخرب البلد فانا يهمني أعرف اعتراض حضرتك هل هو على التمويل ولا على المنظمات دي بعينها؟ لا 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 التمويل طبعا مصرح بيه بس طالما يكون في إطار الشرعية واعتقد إن وزيرة التعاون الدولي شرحت بوضوح قدون المصري بيتكلم على إيه وهو وزير العدل نفس الكلام قالوا إنه إحنا عندنا أكتر من 30 ألف منظمة أو جمعية في الشؤون المدنية بتساعد المجتمع كله والنهوض وبشروط إنه أولا لازم تاخد موافقة رسمية من الشؤون الاجتماعية بالتواجد ثانيا إن مصادر أموالها لازم تقدم وتراقب أيها إن الفلوس دي بتيجي فين وبتروح فين ثالثا إنه ما تدخلش في العمل السياسي تبقى حاجات منظمات اجتماعية ده القانون بيقول كده اللي حصل بقى إنه أولا معظم المنظمات اللي تم التفتيش عليها لم تحصل على ترخيص بالمزولة أنا معاك السؤال اللاحق يقولي المنظمات دي موجودة بقالها سنين هارض عليه لكن الجزء التاني إنها تلقت أموال الدولة ما تعرفش عنها بطرق غير شرعية الدولة ما تعرفش عنها حاجة الحاجة التالتة وهي الأهم بقى إنها كابتتدخل في السياسة والشؤون الداخلية المصر ده ممنوعا طبعا التلاتة دول ممنوعية نسمع رأي القانون آآ 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 إمتى أقول إن التمويل ده ممنوع قانونا آآ إمتى أقدر أقول إن المنظمة دي بتثيء إلى البلد على أي أساس أقدر أثبت ده أي ادعاء في الدنيا لابد له من دليل طبعا طيب لما أجأتكلم عن منظمات المجتمع المدني الأول آآ أقول إن ما فيش دولة في العالم التنمية فيها بالحكومة بس تمام ده منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي في التنمية والتطور لجميع المجتمعات أوكي طيب لما أجأقول إن منظمات المجتمع المدني دي سنة ألفين نزل لها القانون رقم 84 اللي بيحدد تصارحها وده طبعا بعد ضجة كبيرة أوي كانت تمت عليها سنة 1999 وبدأوا وزارة التضامن الاجتماعي تشرف عليها وفي تشكيلها وانتخابات رئيس مجلس إدارتها وممكن تعترض على حد من المرشعين في المجلس وترأي بمرأبة عالية جدا طيب هو السؤال نظام مبارك بكل ما كان به من استبداد وقمع وطغيان وأمن الدولة الهمام والألبان اللي كانوا عام للهالنا دي كانت بتدخل الفلوس دي في حقائب سرية مثلا مخفية ولا كانت بتدخل في وجود صحابها ده احنا عندنا قانون غسيل الأموال وعندنا قانون مكافحة غسيل الأموال وعندنا قوانين بتمنع إن أي تحويل يزيد عن الخمسين ألف دولار لابد أن يتم معرفة مصدره ولابد أن يتم معرفة صرفه فين ومشروعيته طيب هي الفلوس دي كانت بتدخل في حقائب سرية لو بتدخل في حقائب سرية قلوا لنا كشفتها إزاي الحاجة التانية لكن بتدخل على تحولات عن طريق البنوك وخضع على رقابتكم والمنظمات دي بتعمل من سنين طيب هي نفس المنظمات اللي فتشوها هي نفس المنظمات اللي واخدت أصريح من الحكومة والمجلس العسكري بالإشراف ومراكبة الانتخابات هي نفس المنظمات دي قانونية تمولها شرعي أم غير شرعي عشان بس ما ناخد سوقات كتير وعاكين نوعات كتير قوي عايزين نتكلم طيب نقول المهم هو النهاردة لما جيتها فتش على المنظمات اللي بتتمول لإجهاض الصورة أو ضد الصورة أو ضد مصر تمام المفروض إن أنا لما أجي حقق كنائب عام أي ويبدو إن النائب العام ما زال على نفس السياسة اللي هي قبل أيام مبارك مع خلفائه هو النائب العام لما يجي حقق النهاردة المفروض إنه يخرج لي عن مصادر صرف الفلوس دي في تمويل الطرف الثالث اللي هو الخفي اللي بقى الشماعة اللي تعلق عليها أحداث مسبيره ومجلس الوزراء وهو اللي كان بيسحل الناس في الشوارع وبضربهم اللهو الخفي ده كان بتمول من المنظمات المجتمع المدني أثبتتم على حد إنه تلقى أموال من هذه المنظمات وكشفتوه وقدمتول المحاكمة الأمر الآخر كل الفيلم ده معمول عشان حاجة واحدة يتم إثبات إن الصورة لم تكن صورة شعب عانى من قمع واستبداد نظام مبارك دي صورة دعمها منظمات مجتمع مدني لبعض المنظمات والمراكز في مصر لعمل الصورة والصورة ما تبقى صورة شعب ده صورة قام بها المنظمات المأجورة العميلة وكل الناس اللي كانوا في ميادين التحرير والشهد اللي قدموا ده مهم كانوا نتيجة مخطط تمام ده المقصود منه إيه وليه دلوقتي تحديدا ليه دلوقتي تحديدا ده برضو تساؤل مهم جدا وليه ما تكشفش الطرف الثالث لو بياخد فلوس ومن مين بس هل هذه المنظمات ومن اللي قيم بالتحقيق اه ولما يبقى اللي بحقق في أحداث باسبيره قاضي تحقيق واللي بحقق في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء قاضي تحقيق ايه واللي بحقق في تلقي الأموال وما صدر الصرفاء قاضي تحقيق قال لا طيب ما تخلوه قاضي واحد وتوحده الاتجاه والخيوط احنا عايزين نوصل من الطرف الثالث الطرف طيب هل تم إثبات قانونا ان منظمات المجتمع المدني اللي تم اتهمها بالتمويل الغير شرعي واللي تم اتهمها بانها بتساهم في إجهاد مصر او بتساهم في انه يا أستاذ البلد هل تم إثبات عكس ده يا أستاذ المنظمات اللي هاجموها دي الدولة بتاعتنا المجلس العسكري اللي مديها التصريح بمرقبة الانتخابات وتدريب بعض الشباب من الأحزاب على الإشراف على الانتخابات قوليلي النهاردة لما قولك اتفضلي وروحي رقب الانتخابات انت عارفة ايه المخالفات ولا لازم لك تدريب عشان تعرفي اللي بيعملوا المرشح ده برة شكله ايه طب الحاجة التانية لما فتشهم وتمخض الفقل فانجب فقر لما تمخضهم وهجم وفتشهم هو منظمة المنظمة اللي فتشوها ما هي دي اللي ابتدعم مجلس وزارة الخارجية وهي دي اللي الوزارة الخارجية المصرية هو وزارة العدل بيبعثوا لها ناس تتدرب عندها وبياخدوا مدربين منها وبياخدوا دعم مد منها وقولوا لمنظمات المجتمع المدني كان معظم الأبحاث مركز الدراسات القانونية في الأهرام والدراسات السياسية في الأهرام بيودعم منين معظم مؤتمرات بسيطة يعني التمويل هو الشيء مرفوض مدام هو بيقام بطرق شرعية ومدام بيقام السؤال بقى الآخر مصابين الثورة وأسر الشهداء اتعالجهم لغاية ما قونش السندوق في شهر 6 ده طبعا الأمور استقرت من 11 فبراير وإحنا لما خرجنا في مظاهرات عشان المصابين وعملوا السندوق في شهر 6 بقيادة اللي هو الفنجري قوليلي اللي كان واخد طلقه وراعينه واللي كان واخد طلقه في جماغه طلعت بالمين ما هو أنا عايز أقولك أن منظمات المجتمع المدني هي اللي علجت مصابين الثورة من شهر 1 لشهر 6 على ما الحكومة فقتلهم يبقى النهاردة منظمات المجتمع المدني طب السؤال تاني معلش لا عفوا سؤال تاني للمجتمع احنا هنا بنخاطب الناس بسين وجيم قضية النهاردة اللي موجودة فيها محاكمة القارن المتهم فيها مبارك وأولاده المدعين بالحق المدني من اللي دافع رسوم التعويض بتاعتهم هل الدولة أعفاتهم ولا منظمات المجتمع المدني بعد إذن حضرتك رأي حضرتك إيه في كل الكامير بيتقال دلوقتي إن منظمات المجتمع المدني في منها يعني كل قانوني هل في أي إثباتات أن الحاجات دي مش قانونية دكتور فيا لو أنتو عندكو إحصائية بسيطة كده تشوف نبض الناس في الكلام اللي بيقوله الأستاذ علي شوف الناس هتقول إيه أنا بشوف الناس كتير أو أنا بطلع هنا بشوف الناس كتير أو خلي واحد بس يقول آه ده أنا موافق منظمات الأمريكانية ده هي اللي غير شرعية زي ما بيقول القانونية هي كي شرعية هو ده غير شرعية ما محبش أحب الأسلوب اللغوي محامي هو بيقول لا دي قانونية عشان خاطر سمحولها إنها هتيجي تشوف الانتخابات ولا تبص على الانتخابات ده لا يعني إنها منظمات غير شرعية لأن المنظمات الشرعية إذا هي غير شرعية طبعا وحق الرد مكفول لأي حد مش موجود إن إحنا برضو نحاول نرد مكانه إنه منظمات المجتمع المدني إحنا هل أثبتنا اللي إحنا بنتكلم عنه مشكل منظمات طبعا هل أثبتنا إن هم فعلا غير شرعيين وإذا هم غير شرعيين إزاي بيتم الطلب منهم إنهم يرقبوا وإنهم يمقاليهم دور زي دي فندم أولا حكاية إنهم شرعية ولا غير شرعية دي فاكت يعني دي حقيقة مش عايزة منناقشة يعني دي المنظمات المنظمات دي بالمناسبة إيه يعني عشان بس الناس تفهم أنا بتكلم على الحزب الجمهوري الأمريكي الحزب الجمهوري ولا المعهد الجمهوري اللي هو طبع الحزب الجمهوري يعني اه الديمقراطي برضو المعهد الديمقراطي أو الحزب الديمقراطي الكونجرس الأمريكي تلت منظمات أمريكانية جايين هنا بعضهم بيقولوا زي ما كنت في لقائي مع النقب السفيرة قال دولا موجودين بقى لهم ست سنين ماشي أنا يمكن أصدقوا يعني مش أشكك بديه لكن السؤال أخدوا ترخيص لا ما أخدوش ترخيص طيب منظمات غير شرعية طب ليه بقى ست سنين ما أصرتوش الموضوع ده زمان بسؤال شرعي أقول آه ما أصرش لأنه حجم التدخل في الشؤون المصرية كان أقل كان أقل قوي وبدأت الحقيقة كلها من 25 نناير بأرقام نفس الحكومة الأمريكية أعلنت الحد الأدنى لهم 200 مليون دولار 200 مليون دولار ده حسب الأمريكان الرسمي اللي قاله الله عالم غير رسمي إذن معنى كده في مخالفات واضحة وشديدة الوضوح أنت دورك بتعمل ايه؟ المنظمات دي بتعمل ايه؟ باحترافه هو شخصيا قال دي إحنا عشان نعلم ده في اللقاء اللي تأمم بين حضرتك وبين نائد السفير الأمريكي في مصر نعلم الشعب المصري الديمقراطية فلما بقوله يعني أنت بتعلم الديمقراطية وبالتدريب تدريب الشعب المصري لتعليم الدمقراطية الشعب المصري محتاج يعني دروس من الأمريكان يعلمونا ديكرة دي بتقوله الديمقراطية بتاعتكو هي دي الديمقراطية اللي يوم 25 نوفمبر بعته إنذار أوباما للمجلس العسكري لترك المغادرة السلطة ويوم 27 لما جنب القلة بتقوله اللي كان فاضل 3000-4000 واحد بمدان التحرير يختار حكومة إنقاذ وطني برئاسة البرادعي وانتخاب برلمان تقوم الفرنسويين يبعته إنذار وإنذار واضح وصريح سلم السلطة دلوقتي للسلطة المدنية اللي لسه منتخبينها في مدان التحرير 3000-1 اللي تقوله هي دي الديمقراطية الأمريكية الديمقراطية الأمريكية إنك إنت ب3000-4000 واحد ينتخبوا الحكومة وتقول المجلس هتكار يسلمها دلوقتي وكان فاضل ساعات ساعات ويبدأ الانتخابات وصندوق الانتخابات ليه كل القصة دي؟ عشان يرجع أقول آه لا طبعا لإن كان فيه مؤامرة واضحة وصريحة ومقدم لها للنيابة بس تقص في التحقيق وطرف المؤامرة دي أخيرا هي المنظمات دي أنا لما هجعمسك المنظمات دي وبالمناسبة المنظمات دي متقدم فيها الشكاوي دي من شهور يعني مش حاجة جديدة لسه ده ولكن بسبب جمع أدلة توصل لمرحلة أن أنا أروح بقى أفتش وأكون إجراء حقيقي قانوني دوروا فيه طبعا البنوك وفيه كل التعاملات بتاعت هذه المنظمات ورايحة فين والمين وبالتالي تقدم الاتهام لقاضي التحقيق قال لا الموضوع يستاهل إن أنا أبتدي التحقيق الموضوع ده أمريكان ليزع لو طلعوا مرتين في أسبوع واحد لأنه عارف إن هي دي بداية الخيط الحقيقي أنا النهاردة عايز أعرف الفلوس إذا كانت هسدعك في المئتين مليون دولار بتوعك دول اتوزعه زي ومش زي ما أستاذ المحامي بيقول ده كان بيدوهم للمصابين والغلابة والبتاع ده لا ما كانش الفلوس دي بتروح بالمصابين والغلابة وأنا بش عالسة هتدخل في التحقيق لكن لما هيجي التحقيق هيبه نخلي التحقيق ياخد مجرى ما قلتش أن الأمريكان هم اللي ساعدوا المصابين والغلابة وسيادتك لما سألت الضيف الكريم حول اعتراضك على المعونة ولا على المنظمات بعينها قال المعونة والفلوس اللي بتصالف بتاعتها في مسار غير مشروع ما قالش على المنظمات لا 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 راجل فمسألتك لا 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 قاسف لا طبعا قبل ما تخلص تقول حاجة مش صحيحة طب ايه سيدي اعتراضك على ايه على الاتنين طبعا على المعونة والمنظمة انت بتقول اه لا انا ما قلتش أن الأمريكان عالقوا المصابين على المنظمات غير قانونية وغير شرعية والامريكان عارفين هذا ونائب السفيرة كان محترف بها دول المنظمات اللي اتهجمت دول تلات منظمات حضرتك ذكرتهم باقي المنظمات بقى اه باقي بقى المنظمات ده اللي انا باتكلم عارفين ملازبا يعني هما على يعني في حدود يعني فاهمي عشر منظمات ايوة في سبعتاشر مقر اه ومنهم منظمات اخرى منها من اوروبا يعني اوروبية اه وعلى هذا الاساس فالتحقيق تم معهم ده مش معنى كده ان هما دين منظمات بس المحتمل جاء انا بقى انا مش داخل معاهم بقى دي مش شغلتي اه اه محتمل من قضي التحقيقات اه بيجمع ادلة لكشف على منظمات تانية او التبتيش عليها وبالمناسبة مش لازم كل المنظمات غير شرعي اكيد جزء منها شرعي اكيد مش معقولة يكون كل غير شرعي بس طلقوا اموال بطريقة غير شرعية اه 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 شرعي خالة لكن والتدخل السياسي لكن الكلام اللي انا قلته في المنظمات الامريكية دول بصورة خاصة اه دول غير شرعيين اه اللي هما الثلاث منظمات اللي حررتك سجرتهم هم ما بذكرش كل المنظمات يا استاذ علي هو بيشير الى ثلاث منظمات فقط انا عارف انكم مش مختلفين لان في الاخر لو تنقشته هتلاقوا ان المصلحة واحدة انا بس عايز اعرف هو ليه الحكومة المصرية استعانت بالمعهد الجمهوري لمرأبة وتدريب المنتخبين اه وفي نفس الوقت هاجمته هو غير شرع وغير مراقص السؤال التالي بقى يعني منيبعد عنك؟ يعني جدا الماني ان وقت الفقرة خلاص طب خلاص يعني ندخل بس في حتة مهمة جدا اتفادل استاذ علي هو الماليجئ اهاجم وقضي التحقيق لسه شغال ما اقدرش لانا ولا الاستاذ نتكلم في التحقيق ما اصفرش عنه صراحة تخيلت بالسير لان احنا كلا هنرمي ناس كتير مزبوط منظمات المجتمع المدني اللي عالجت المصابين واللي واقف منها ملاحقة اخانونية دلوقتي في قضية مبارك واللي دفع الرسوم القضائية كان اولى بالدولة انها تعفي المصابين من الرسوم القضائية في التعاوض المدني طب اللي دفعها النهاردة مين؟ منظمات المجتمع المدني طب لما اقول النهاردة هاجمتم مين؟ هاجمنا مركز استقلال القضاء اللي عمل قانون استقلال القضاء واستقلال المحاماة ولوه نشاط سياسي رائع كبير جدا يعني اما جدا هاجم هاجمنا مركزين المركز اللي قدم شكوى بيتهم فيها السيد المشير والسيد حمد بدين بقتل المتظاهرين في مجلس الوزراء المجلس اللي قدمه شكوى في احداث مسبيره المركز اللي قدم شكوى او طلب في قضية مبارك انبارح ادخال رئيس الحرس الجمهوري في قضية قتل المتظاهرين هم دول المركزين اللي اتهاجمهم طب بقية المراكز طب الفلوس اللي بتيجي للطيار الاسلام السياسي اللي انفق منها ملايين عالانتخابات والدنيا كلها رصدة حجم الانفاق اللي تم من خلال الحرية والعدالة والمور الفلوس اللي الصرفت دي مصدرها ايه اتحية ما وصلهاش طب الناس اللي قالهم ان كانهم بيدهم للناس فلوس على الكبري جنب السفارة وعربية مين اللي كانت بتدي مين ده مين ده اللي لسه ما تاعلنش واني منظمة اللي كانت بتموله الطرف التالت اللي لحد النهاردة لاهو خافي محدش عارف يوصله لا الجيش بأجهزته ولا المخابرات العامة ولا الامن الوطني اللي هو الاسم الحرك الامن الدولة ولا اجهزة الدولة عارفة توصل للهو الخافي الطرف التالت يبقى كل المقصود من ان انا اقول ان صورة مصر صورة ما كقاملش ضد الظلم والاستبداد دي صورة صنعها المنظمات والتمولات وان الطرف التالت اللي بيأتي للناس اللي شفناه بسح للناس في الشوارع ده طرف تالت لهو الخفي بياخد فلوس من منظمات طب التحقيق ده اللي شغال بقاله شهور والسادة قدموا بلاغات من شهور اتحادها ما اصفرش عن واحد متهم واحد ولا منظمة واحدة قالهم انها بتمول الطرف التالت ما اصفرش من الطرف التالت المسألة هي اضغاد الصورة استعداد لخمسة وعشرين يناير الجاي بهدف خروج المجلس العسكري من السلطة خروج امن وانا بقول لهم ستحاكمون بجوار مبارك ايها المشير ومجلسك العسكري هتتحاكم على قتل المتظاهرين طيب وسحل المتظاهرين في مجلس الوزرع طيب نكتفي نكتفي بهذا القدر يتقول لنا من المنظمة ومن الطرف التالت لو سمحت لها لا 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 ما انهيهاش بالطريقة دي انا قاسم انا حرفي لا 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 احنا ايوة انا بتكلم انا شاكي المشير والمجلس العسكري احنا من الروح برا المنتظاهرين احنا مركز على منظمات المجتمع المدني حضرتك اشرت الى ثلاث منظمات احنا هننتظر واحدة بس احتراما احتراما للقضاء وليه المنظمات الليبرالية اللي تهدي معلش 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 انا بحترم حضرتكو جدا بس اسمحولي انا لازم اختم الفقرة والملف شائك والملف مفتوح اه دكتور يوسري ابو شادي كبير مفتشي هيئة الطاقة النووية سابقا باشكر حيرتك على وجودك معنا والموضوع في يد القضاء زي ما كنا بنقول وعلى القضاء ان ياخد مجرى ونشوف ايه نتيجة وما نخرجش بره مناقشة الموضوع انتو قناة هنا محترمة تتكلموا في نفس الموضوع اللي انتو نديتوني فيه ما اناخرج بره ونعمل دعاية دي خلاص كفاية كده الاعلام المصري كفاية كده الشعب خلاص هيقوم بصورة ضد الاعلام المنحرف انتو قناة محترمة جايين بننقش حاجة انا لو اعرف بك عاش ننقش الباقي وانت هجيب لك الناس اللي ينقش من الاغلبية الصمتة اللي فوضت سيادتك بداخل انزل في الشارع واسأل كل اي واحد في الشارع هم شريحة من المجتمع المصري استاذ علي معلش اسمحني ان لازم اختم الفقرة استاذ علي طهى المحامي عضو رجلة الدفاع عن متظاهري مصر ومحامي بالاستئناف والمستشار القانوني لجمعية دعم ابطال خمسة وعشرين يناير بشكر حراتك على وجودك معانا النهاردة نلتقي في محاكمة المشير ونلتقي في فقرة اخرى مع زميلة سارة حنفي وموضوع مهم جدا نفقر مع الكاتب مصطفى عبدالله واتكريمه عن الثورة التونسية ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل